ما حكم الذكر في حال الجنبة الذكر هو من الأعمال الصالحة التي أمر الله تعالى بها في كتابه في موضع كثيرة والملحوظ أنه عندما أمر الله تعالى بالذكر في كتابه أمر به كثيرا يا أيها الذين آمنوا ذكوا الله ذكرا كثيرا في موضع عديدة يأمر الله تعالى فيها بالذكر كثيرا قد جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و علاله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه بمعنى أنه لم يقتصر على حال من الأحوال في ذكر الله عز وجل بل كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه في كل أوقاته و آوانه وقد أمر الله تعالى بذكره قياما و قعودا و على الجنوب وهذا يدل على أن الذكر يكون في كل أحوال الإنسان فينبغي للمؤمن أن يحرص على كثرة ذكر الله و يستحب له أن يكون ذكره على طهارة يستحب أن يكون الذكر على طهارة يعني أن يكون على حال من الوضوء فإن كان غير متوضع أو كان جنوبا يعني يحتاج إلى اقتسال حتى يرفع الجنابة فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز له الذكر و أنه لا يمنع من الذكر لعموم الآيات الدالة على الندب إلى ذكر الله و كذلك الأحاديث الصريحة في أنه كان يذكر الله على كل أحيانه و من أحيانه ما يكون جنوبا و قد جاء في السنن من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن و لا أحجزه شيء من القرآن عن القرآن إلا الجنابة معنى هذا أنه كان يمتنع فقط عن قراءة القرآن حال الجنابة و أما ما عدا ذلك من الأذكار كالتسبيع و التحميد و التكبير و التهليل و الاستغفار و الحوق لا حول ولا قوة إلا بالله و ما إلى ذلك من الأذكار لا يمنع منها الجنوب بل حتى لو كانت الأذكار التي يقولها هي بعض القرآن فقد أجاز ذلك جماعة مهن العلم شريطة أن يقولها على وجه الذكر لا على وجه التلاوة فلا بأس بذلك كالحمد فالحمد جزء من القرآن الحمد لله رب العالمين و قال الحمد لله رب العالمين بنية الذكر فإنه لا يمنع من ذلك و ينبغي للمؤمن أن يبادر إلى رفع الجنابة ما استطاع إلى ذلك سبيلا فإن الجنابة عارض يبعد عنه الملائكة و قد يحول بينه و بين كثير من الخير فينبغي أن يبادر إلى رفع الجنابة ما استطاع إلى ذلك سبيلا و له أن يذكر الله في كل أحواله فنسأل الله أن يجعلنا و إياكم من أهل ذكره و شكره و حسن عبادته اللهم معنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك